السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة جماعة رجعنا في فيديو جديد وهو قانون الطفو بس قبل كده جماعة ما تنسوش تدعمونا بالاشراء في القناة وتفايل زر الجرس واللايكات ولو فيه تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم المحتوى التي نتكلم عنها النهاردة واحد المقدمة اتنين مفهوم الطفو وقانوني ومنها رقم واحد قاعدة ارخيميدس اتنين تطبيقات على قانون الطفو النقطة الاولى المقدمة عندما نكون على الشاطئ ونرى بواخر العملاقة ترسف وسط البحر فان ما يخطر في ازهاننا سؤال مهم الى وهو لماذا هذه البواخر العملاقة تدفع فوق سطح الماء رغم انها مصنوعة من الهيكل معدني وتحمل على متنها مئات الاطمان وايضا من يميارس رياضة الغوص فانه يجد حمل الاشخاص والسخور او الاجسام السقيلة داخل الماء اسهل بكثير من حملها خارجه حيث يشعر الانسان بان جزء من هذه الاوزان قد فقد داخل الماء كل هذه الاسئلة لها علاقة بظاهرة مهمة في الطبيعة الى وهي ظاهرة الطفو من خلال هذا الفيديو سوف نتعرف على مفهوم الطفو وقانون الاجسام المغمورة كليا او جزئيا ونسكر بعض التطبيقات الفيزيائية على هذه الظاهرة النقطة التانية مفهوم الطفو وقانوني توصل العالم ارخيميدس الى اربعة نتائج مهمة عند غمر جسم كليا او جزئيا داخل سائر معين وهذه النتائج هي رقم واحد يد الجسم المغمور كأنه خسر جزءا من وزنه وذلك بسبب وجود قوة دفع من هذا السائل على الجسم المغمور ويكون اتجاه هذه القوة الى الاعلى اتنين وجد ارخيميدس بان هذه القوة تتناسب ترتيب مع كسافة السائل فكلما ازدادت كسافة السائل ازدادة قوة دفع الاكسام تلاتة يعتمق مقدار القوة الناشئة من هذا السائل على حجم السائل المزاح حيث نلاحظ عندما نضع جسم داخل سائل معين فان هذا السائل يرتفع بشكل اكبر عن الارتفاع الذي كان عليه فحجم الجزء الذي ارتفع كلما ازداد تكون قوة دفع السائل اكبر اربعة والنقطة الاخيرة ان مقدار قوة دفع السائل تساوي وزن السائل المزاح فاذا قمنا بتوزين السائل المحصور بين الاتفاعين القديم والجديد فاننا نجد ان مقدار القوة الناشئة من هذا السائل تساوي وزنه الجزئية اللي بعد كده قاعدة ارخيميدس من خلال هذه النتائج الاربع التي توصل لها ارخيميدس وضع قاعدة مهمة في مجال الفيزياء وتعرف بقاعدة ارخيميدس والتي تنص على ان الجسم المغمور كليا او جزئيا داخل سائل معين فان هناك قوة تتولد عن هذا السائل تدفعه نحو الاعلى ويكون مقدارها يساوي وزن هذا السائل المزاح وتقوم مقدار قوة دفع السائل للاجسام المغمورة كليا تساوي حاصل طرح وزن الجسم في الهواء ووزنه في السائل وتساوي حجم الجسم او حجم السائل المزاح مضروبة في تصارع الجاذبية الارضية وفي كسافة السائل اي رقم واحد قوة الدفع او الطفو بيساوي وزن الجسم في الهواء ناقص وزن الجسم في السائل بيساوي حجم السائل المزاح او الجسم في تصارع الجاذبية الارضية في كسافة السائل اتنين اما في حالة الاجسام المغمورة جزئيا او التي تطفو فوق سطح السائل فمن اجدار قوة دفع السائل تساوي وزن الجسم في الهواء وتساوي وزن السائل المزاح اي ان قوة الطفو او الدفع بيساوي وزن الجسم في الهواء بيساوي وزن السائل المزاح الجزئية الاخيرة تطبيقات على قانون الطفو من اهم التطبيقات على مفهوم الطفو واحد قياس كسافة السوائل المجهولة حيث من خلال مفهوم الطفو استطاع العلماء صناع الجهاز الهيدرومتر لقياس كسافة السوائل المجهولة وذلك اعتمادا على قانون الاجسام المغمورة جزئيا اثنين طفو السفن من خلال فكرة الطفو قام العلماء بجعل حجمه والتجويف الداخلي لسفن كبيرة جدا ولهذا تكون كسافتها اقل من كسافة الماء مما يجعلها تطفو فوق سطح الماء ثلاثة صناعة الغواصات تعتمد صناعة الغواصات على فكرة صناعة السفن حيث تصنع من هيكل معدني ذات تكويف كبير جدا مما يجعل كسافتها اقل من كسافة الماء ولجعل الغواصة تغوصها الى عماق المياه يتم تعبية بعض الخزانات الموجودة بداخلها بالماء بحيث تزداد كسافتها واذا يجعلها تغوص الى داخل الماء وعندما نريد رفعها الى الصطح يتم تفريغ هذه الخزانات فتطفو الى الاعلى وبكده يا جماعة يكون الفيديو انتهى معنا النهارة يريد ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايقات ولو في تعليقات عشان نأتم كل ما هو جديد نشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته